عام دراسي جديد في العراق مليء بصعوبات وأزمات مستمرة منذ سنوات أبرزها نقص الأبنية المدرسية والدوام المزدوج وتقادم المناهج التدريسية وسط أهمال حكومي مستمر لهذا القطاع التعليمي رئيس الحكومة محمد السوداني وكعادته ضمن محاولات تسجيل إنجازات وهمية وخلال افتتاح 146 مدرسة استنكر وجود مدارس طينية في العراق فيما رفض جباية إدارات المدارس التبرعات من ذوي الطلبة قائلا إن الحكومة خصصت مبالغ كافية لوزارة التربية إلا أنها ضاعت ما بين اللجان والفساد جبايات غير قانونية تحصل في المدارس وهذه ما إلهي أي سند بالقانون وهنا عدنا تخصيصات ومنطينها للمديريات ويبترض تصرف بالشكل الصحيح مو تروح باللجان وخانة الفساد وغيرها وما أكثر الملفات في هذا الجانب هو إذن إقرار حكومي باستشراء الفساد في قطاع التعليم الذي نتج عنها اكتظاظ المدارس بالطلاب ولجوء كثير من العائلات بنقل أبنائها إلى المدارس الأهلية هربا من مشكلات مزمنة باتت تتسبب بتدني المستوى التعليمي بسبب عدم توفر البيئة التربوية المناسبة نقابة المعلمين من جانبها أقرت بوجود مشكلات عديدة توجه القطاع التعليمي قائلة إن الحكومات المتعاقبة فشلت في حلها مبينة أن هذه المشكلات أوجدت بيئة مناسبة لنشوء المدارس الأهلية التي قالت إنها باتت مصدر تمويل لجهات سياسية متنفذة واقع لن يفضي إلى حلول مستدامة لقطاع التعليم في العراق في ظل فساد وفشل حكومي دفع ثمنه نحو مليون طفل عراقي حرموا من الالتحاق بالمدارس واضطروا للنزول إلى سوق العمل لتأمين لقمة عيشهم وعائلاتهم وفقا لأحدث تقريرا صادرا عن وزارة التخطيط الحالية اشتركوا في القناة